هذا يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضال لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومئتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وخمسة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وواحد وسبعين ألف شخص